أنتم كعاملين في الوسط الديني ونحن كمجتمع مسلم ما هو الموقع الصحيح الذي يجب أن نضع أنفسنا فيه؟ ها هم كما تهوى فحركهم دماء لا يفتحون بغير ما تهوى فما تلك أبيات للشاعر المصري هاشم الرفاعي استشف بها الحالة العربية الاستبدادية فيما تلا عهد الاستعمار منذ أكثر من نصف قرن فكتب عن رؤساء دول وزعماء بالغوا في تحويل بطانتهم إلى أخشاب وتماثيل وفي أحسن أحوالهم إلى مصفقين ودماء وأنا سعيد أن نلتقي اليوم بهذا اللقاء الغير مخطط في مشهد أريد له أن يكون بلبوس رجل دين يخرج بشار الأسد للقاء وزارة أوقافه في مسجد العثمان بالعاصمة دمشق واستوضع سوريا عام ما عاد يحتمل السخرية وإضاعة الوقت لكن أولويات الزعيم كانت هذه المرة كما كل مرة مختلفة وعلى قياسه الشخصي كان هذا هو الوقت المناسب لكي يقوم مسؤول بالحديث عن قضايا ذات طابع عقائدي وفكري أقول نعم هذا بكل تأكد هو وقت مناسب داخل الحرم عاش بشار الأسد ساعة وإحدى عشرة دقيقة من إعطاء الدروس والنصائح والعبر عن الفقه والعقيدة والشريعة تحدث عن الأخلاق والمثل والمرؤة تحدث وفي ضبط الغضب والترفع عن الإساءات شرح وأسهب وتحدث الرسول تعامل بدون أدنى اهتمام مع الذين حاولوا الإساءة له وإلقاء القادورات عليه وإن كانت جرائم الحرب قد انتزعت من الأسد شرعية بقائه رئيسا فإن المؤسسة الدينية نفسها التي حاضر فيها وبينها تعاني اليوم من أزمة شرعية مماثلة بعد تأييدها المطلق لخطة النظام العسكرية في إفناء الشعب السوري ودور عبادته بالمناسبة فلم يفوت الأسد وذكر شراكتهم مع قواته المسلحة يعني أستطيع أن أقول كما عادتي بعيدا عن المبالغات بأنكم كنتم رديفا لأجيك فهذا الكلام دقيق لأنه لو تخاذل الجيش لانتصر الإرهاب ولو تخاذلت المؤسسة الدينية لانتصرت الفتنة دولة علمانية أم علمانية الدولة الإرهاب الأول والإرهاب الثاني العقيدة الخارجية وعلاقتها بلغة القرآن عناوين مرت سريعة في خطبة رئيس كل صحفي غربي قابله اتهمه بالتضليل والكذب والكذب في الديانات كلها محرم شرعا لا سيما في حضرة جماعة قال الشاعر المصري ذاته عنها في نهاية قصيدته وفجعت أمتنا بمجلسها الذي سقتم إليه موافقين ونوما أنتم تعرفون بأن عدد من الذين خرجوا من المساجد في بداية حرب هم من الملحدين الذين كانوا يهتفون الله أكبر شكرا للمشاهدة